سابيو ركزوا معايا بقى في الحكاية اللي جاية واخدها بنفس الصراق واخدها بنفس التفاصيل ركز معايا قوي قوي مبدئيا كده مبدئيا كده سابيو لسه عنده مشكلة مع النادي البوليف اللي كان بيلعب معاه والكصة بتاعة الخناء اللي معه الحكم والنادي الاهلي فعلا في الساعات اللي فات تكلف المستشار القانوني بتاعه عشان يتابع مع برونو سابيو الجلسة جلسة الاستماع اللي هيخضع لها اللاعب مع لجنة الانضباط في الاتحاد البوليفي ووارد يتم اقاف اللاعب مشكلة النادي الاهلي كلف المستشار القانوني عشان يفهم التفاصيل اللي بتحصل ايه وارد ان يتم اقاف برونو سابيو والاقاف هيطبق هنا يعني لو تم اقافه مباراة اتنين شهر اتنين هيتم تطبيق الاقاف هنا دي جزئية ومعها جزئية استبعاده من كأس العالم الاندية لاسباب فنية لعدم اقتناع مرسل كولر بقدراته بشكل كبير نوع تتيم مهمي